وتنفيذ لتوجهات رئاسية تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ميناء الأسكندرية لمتابعة الإفراج الفوري عن السلع والبضاء بمختلف المواني وجه رئيس الوزراء بسرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضاء بمختلف المواني بما يصحب في زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق وأحداث توزن للأسعار وانقفاضها خلال الفترة القادمة وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعاشية عن كهل المواطنين هذا وقد أشار مدبولي إلى أن الأنظمة الجمركية الإلكترونية المستحدثة تساعد في تسريع وطيرة الإفراج الجمركية عن السلع والبضاء وصرعة نفاذها للأسواق المحلية ووحدات الإنتاج حيث أعلنت مصلحة الجمارك الإفراج عن بضاء بقيمة تتجاوز 12 مليار دولار في الفترة من أول يناير الماضي وحتى الآن